اهلا بكم مشاهدين اللافاضل في حلقة جديدة من الشاهد وهذه هي الحلقة الثامنة مع ضيفنا القيادة في جماعة الإخوان المسلمين الليبية عمر محمد الوحيشي أهلا بك أستاذ عمر أهلا وسهلا سأعود وأطرح سواء كنت قد طرحت في الحلقة الماضية لكن لم أستمع إلى إجابتها وهو سؤال متعلق بما ذكرت من وضوح الحالة بعد أن تم تحديد وضع الجماعة في الولايات المتحدة الأمريكية وابت حتى الوضوح هذا حتى في المسمى جماعة الإخوان المسلمين الليبية الوضوح هذه الحالة بالتأكيد أنتج وضوح في الأهداف ما هي هذه الأهداف التي كانت محددة في تلك المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم هو أنا ليش استعراضت استعراض التاريخي وصلت عند الاستعراض الأخيري المختصر جدا 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 للوصول عنده أن الحالة اللي شبه التنظيم لم يتوقف بالكامل لكن الحقيقة بدأ زي ما تقول منحصر على نفسه 19 أخ فقط اللي بقوا في تقدر تقول في كل ليبيان ذاك اللي ملتزمين بالتنظيم كل ليبيان هذا مع نهاية السبعينات مع نهاية السبعينات 19 أخذوا كانوا من حين إلى آخر يلتقوا في أكبر عدد عشر أشخاص يلتقوا شهريا في رحلة زي رحلة بحرية أو رحلة صيد وما إلى ذلك يتدرسون فيما بينهم معاني دينية محظة غايبة أو أو زي ما تقول تركوا قصة التوسع بعيدة عن التفكير في الانتشار أو بالتحديد لما وضحت الرؤية في الخارج هو الآن هدفنا الدعوي العودة بالجماعة للداخل وإعادة إحيائها وترتيب صفوفها ووضع أهداف تتناسب والبيئة الليبية الداخلية وضحت الرؤية أو وضحت الرؤية نتحدث الآن عن 81 نهاية 81 بداية 82 نعم نهاية بداية في تلك الأثناء في تلك الأثناء في هالزحمة اللي كنا نحكو فيها في الحلقات اللي فاتت كان في تواصل مع الداخل التواصل هذا كان يتم كان الحقيقة يقود فيه الأخ محمد الحريزي وعطية الفيتوري وصالح الغول كانوا يلتقوا إما محمد الحريزي يمشي ليبيا ويلتقي مع هؤلاء الإخوة في طرابلس كان يجي ويقول التقرير أن الجماعة ما فيش جماعة في طرابلس ما عاش فيه إخوان في طرابلس حتى ليتصل به يعني زي ما تقول فكرة فكرة إخواني لكن زي ما تقول مسألة التنظيم هذه محولها من رأسها في الشارق كان يلتقي بالحاج عطية الفيتوري ويقول لا مازال لكن الظروف الأمنية الظروف كذا الظروف فكان يجي يقول راه فيه مازال تنظيم في مازال فيه جماعة تقدر تقول في الشارق لكن راه بمقاييس التنظيم ما هيش تنظيم إخوة يلتقوا في زرادي كل شهر يتواصف ما بينهم الطلاعات أو قراءات أو نقاشات أمنية آسف إيمانية حفظ شيء من القرآن فقط بدون أن يكون هناك حتى هدف للتوسع يعني الهدف الدعوي الخارجي كان غايد في هذه الأثناء وضع الهدف هذا إنه هو تقوي التنظيم الداخل والعودة بالجماعة لأننا نحن سنرجع طال الزمان أم قصر سيرجع لول أوله هكذا فعلا الأمر تم هذه مرحلة الجماعة كانت موجودة في أمريكا وفي بريطانيا في بريطانيا وأمريكا نعم في بريطانيا وأمريكا في بريطانيا لم يعتريها معترى المشاكل اللي في أمريكا لأن الحاج يونس البلالي اللي خرج مبكر لأمريكا كان في بريطانيا كان هو والحاج عبد الله أبو سن ما دخلوش في هالصراع متاع الحركة الجماعة الجبهة من الأول إحنا إخوان مسلمين ووضحين أننا إخوان مسلمين والحاج عبد الله أبو سن الله يرحم من أوائل من أوائل ينضموا لجماعة الإخوان أنا ما ذكرتش أسمه في الإخوة المؤسسين وهو المؤسسين والسجن في فترة في مصر حتى مع الإخوان وحسبوها على المصرية والسجن حتى والتقى بسيد قطب الله يرحمه ويعني احتكك عن قرب ثم جاء الليبيا فترة وغادر وقعد في بريطانيا رمز من رموز الليبيين وكان الحقيقة الحاج عبد الله أبو سن رحمه الله وبلغه المنازل العالمين الجنة رمز الحقيقة دعوي منفتح على كل الليبيين كل من عاش في بريطانيا يشهد بالخير للحاج عبد الله في انفتاحها في تقديمها للمساعدات فيما يمكن أن يقدم المساعدات ليبيين أو حتى غير ليبيين ما كانش ما زي ما تقول لا أنت إخوان نساعدك أنت مش إخوان بر لا الحاج عبد الله أبو سن كان الحقيقة وحتى الحاج يونس البلالي فيما بعد الحقيقة بعد مجاله كان الحقيقة من الناس المنفتحين على مجموع الليبيين الموجودين هناك بل حتى الحقيقة من جهوده أنه هو في فترة هذه ممكن تذكر يعني لأنها مهمة في فترة ذهب إلى أفغانستان بنية عمل خيري في مؤسسة خيرية وكان يعمل فيها ذهب إلى أفغانستان لتقديم خدمات في الجانب الخيري الاجتماعي إلى ذلك وكان له دور الحقيقة مهم جدا في منع كثير من الشباب الليبيين ينضموا للتيارات التكثيرية الحاج يونس البلالي كان له دور هام ومهم ومؤثر كان فيه ما يسمى في أفغانستان أنا ذاك لم في الحرب الأفغانية الروسية في ما تعرف على تسميتها بالجهاد الأفغاني كان فيه مظافات سموها المظافة الشاب اللي بيجي من العالم العربي من ليبيا أو من السعودي تستضيف هذه المظافة وتؤهل بشمشي يشارك في جبهات القتال هذه المظافات كانت تتفاوت في تقديم الخدمات وفي تقديم الأفكار تصوري أخي الكريم أن المظافات اللي كانت تشرف عليها المملكة السعودية معنية بتكفير الناس فيها تيار فيها مشايخ اللي يقودوك إلى الكفر بل حتى البعض منهم كان يكفر حتى في الجهاد الأفغاني قادة الجهاد الأفغاني فحوسوا الناس قعدوا الشباب هضوهم في حوسة الحاج يونس البلالي الله يمسيه بالخير ويحظى ويرعاه الحقيقة من الناس اللي تصدوا لهذه الأفكار لأنه تكوين شرعي علمي منفتح فاهم التحديات الفكرية فاهم هذه الأفكار الدخيلة على الفكر الإسلامي المهم فنحن وين وصلنا تاريخيا؟ تاريخيا نقف الآن في مستوى 82 مع بداية 82 عندما الجماعة أصبحت تفكر في تحديد أهداف للتعامل مع الداخل الليبي بالضبط فحددت هذه الهدف أنه خلاص لو لو البداية الآن يكمل في دراسته ويرجع بهدف؟ وهي إعادة إحياء التنظيم كي يمارس دوره الدعوي إعادة إحياء التنظيم كي يمارس دوره الدعوي والانتشار في داخل البيئة الليبية مستصحباً الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية أنا ذاكي وهذا الذي تم وممكن نتحدث عنه بشيء من التفصيل الدور الدعوي بهدف؟ لأنه ربما يكون مستوى أو خطوة الهدف الأساسي هو فقط نشر الدعوة في ليبيا لم يكن هناك أي بعد أكثر من ذلك؟ أنا أتحدث على مفهوم الدعوة نشر الدعوة في ليبيا إعادة إحياء الإسلام اللي راقد في نفوس الخامدين تحريك الإسلام البدي أنت زي ما تقول أنت عندك كيان تقوي هذا الكيان ثم هذا الكيان من داخله يصنع مشاريع مشاريع اجتماعية مشاريع ثقافية مشاريع سياسية فيما بعد حسب البيئة وحسب الإمكانيات وحسب الظروح إحياء الدعوة الشاملة اللي في جزء منها بعدها سياسي نعم هذا اللي طرقت له في حلقات سابقة هو المعنى الدعوي بمفهوم الشامل مش دعوة عدي صلي بس صلي ورفع صباطك والله اختزال الدعوة في جوانب تعبدية فقط لكن بالمعنى الشامل للدعوي يعني بشكل أو بآخر يمكن أن نقول أن القرار الآن جاء في صورة أن العودة للعمل من الداخل الليبي بهدف إحياء هذه الدعوة الشاملة اللي هي بالتأكيد أفرادها سيضع ونصب أعينهم أن الخطوة الأخيرة من هذه الدعوة هي تغيير النظام الحاكم هذا كمشروع سياسي بعدين نضع في أهدافنا أن نحن نشيل نظام بعدين المشروع السياسي هو أنك أنت اللي بتدير مشروع سياسي ما تديرش هدف وبدين تصل على مشروع تصنع مشروعك السياسي حسب إمكانياتك الداخلية حسب نقاط ضعفك حسب نقاط قوتك حسب المخاطر لأمامك حسب الفرص المتاحة حسب قراءتك حسب استشرافك للمستقبل ثم تحدد إيش هو الهدف السياسي إذا تحدثنا على الجانب السياسي منطلقا من فكرك منطلقك منطلقا من ثوابت اللي عندك ثم تضع وهذا اللي تم فيما بعد بعدين نحن نتحدث عنه في سويسرا هذا اللي تم مش في سويسرا في أوروبا بصفة عامة لما بدينا نتحرك في مشروع سياسي خلينا نأتها في مستوى لكن في تلك المرحلة القصد أن هذه منهجية التدرج اللي هي يتم بها العمل الآن فقط المستوى المطلوب هو الدعوة للتأثير في المجتمع في اتجاه معين نعم واسمح لي هنا ربما أخر شوية على ما كنت أتحدث فيه هل لهذا علاقة بالخلاف مع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا كون الجبهة من منطلقاتها أن يكون لها مسار عسكري لفرض التغيير بالقوة واستخدام السلاح بينما منهجية الإخوان فقط تقف عند مستوى أن يجب التدرج من مستوى إلى مستوى وتؤخر التوجه للعمل على تغيير أحداث تغيير سياسي أدوات هذا التغيير كيف تكون يتم النظر فيها لاحقا فيما بعد هل تعتقد بأن هذه واحدة من الأسباب اللي جعلت في النهاية الإخوان يفاصلوا الجبهة ولا يستمروا فيها هذه ما نقدرش أن نقول موحدة من الأسباب اللي فاصلت لكن موحدة من الملاحظات وأنا دائما نقول رأه الجبهة مشروع سياسي ما بداش مشروع دعوي ثم انتقل مشروع سياسي شفت كيف مشروع سياسي من بدايتها من بدايتها من يوم الأول السيد محمد قال يا في الله يمسي بالخير قال هالظلم 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 بده من تطيرت رأسه وبعدين خلوا اللي بيني يختاروا اللي يبوه وكان واضحه بكل مراحل حياته وزي ما قلت أكبر فيه هذا الثبات لم يهادن لم حتى قبل لي تحاور هو اختياره أنتم التقيت معاه في مستوى ما صح نعم الآن نحن نلتقي مع السيد محمد في مستويات كثيرة موضع الخلاف بسيط جدا لذلك دائما نقول موضع الخلاف هذا ما تكبروش ينس لا لا بعيد عن مسألة الخلاف معاه يعني هل السبب هل كان هو المنهجية إن منهجية الجبهة هي العمل السياسي فقط وفرض التغيير بالقوة بينما منهجية الإخوان هي التدرج والبداية بالدعوة وكان كان فيه خطة من الإخوان إنهم التحقوا بالجبهة قبل أن يعرفوا طبيعة ومنطلقات عمل الجبهة اللي حددتها قيادة الجبهة هو أخي الكريم نحن نرتكب خطة عندما نقارن بين ما الفرق بين الجبهة والإخوان لأن الإخوان جماعة دعوية من أحد مشاريعها السياسة من أحد اهتماماتها العلم الثقافة الاجتماعي الرياضي الفني حتى الثمانية أو عشر مسائل اهتماماتها الجبهة مشروحها سياسي فقط ما نقدرش نجي أن نقارن الجبهة بالإخوان ما الفرق بين الإخوان هذا السؤال أصلا في تقديري أنه مش منصف ساعي زي ما تقول تظلم أحد الفريقين الجبهة ممكن نقارنها بحزب سياسي آخر الإخوان ممكن نقارنها بجماعة دعوية أخرى فبالتالي أنه نقوله وين الفرق بين الإخوان والجبهة لما يتحدثوا على مشروع السياسة طبعا نحن اعتمدنا زي ما قلت أنت ذكرتني مسألة مهمة جدا وهو موضوع التدرج أنك أنت لا تقفز على المواحد أنت في مرحلة استقراءا للقرآن الكريم استنباطا من أحكام للسيرة النبوية أو من مواقف المصطفى صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة في نشر دعوته السنن الكونية أنك أنت تكون تعمل ما يسمى بالجيل الصلب أو القاعدة الصلبة هذي اللي يتم عليها البناء وهذا يحتاج عامل الزمن مهم فيه تأسس اليوم ثم ثاني يوم طيب على هذا الأساس وضوح الرؤية وتحديد الأهداف بدأت من العودة إلى ليبيا نعم كل من يستكمل دراستها يعود إلى ليبيا وفق هذه الرؤية وفق هذه الأهداف نعم كيف وجدت البلد عندما عدت خاصة وأنت اختلف حالك بعد هذا التطور على المستوى الفكر كيف كانت نظرتك إلى ما وجدت عليه البلد وأهله نعم لا خلينا نقول لك كيف وجدت أهلي قبل كل شيء عرفت كيف لأن بعد غياب خمس سنوات الواحد رجع للأهل بفضل الله هنا أتممت دراستي ورجعت في 31 أطناش 1982 رجعت إلى بنغازي عن طريق تقريبا لندن أنا ذاك بنغازي أو برابلس بنغازي رحلة طويلة الحقيقة طبعا استقبلت استقبال تخيل بغياب على والديك خمس سنوات ما إلى ذلك ففرح والدي بي كثيرا فرح أذكر في تلك الليلة أنا جايب معايا زي ما تقول صندوق هدايا أولاد خوية والله يمسهم بالخير ويحفظهم ويرحم ولدهم وأبناء أخواتي وما إلى ذلك جايب شيء من الهدايا فنوزع في الهدايا الحاج هدايا الله يرحم الحاج جاقعدة الله يمتحها بالصحة والعافية فنوزع في الهدايا هذه لكي هذه أفلان هذه هذه وأنا جايب لساعة الساعة اللي حطوا فيها للوالد الحجاج نعم للوالد حطوا فيها في الفرملة هذه الساعة اللي لبسها فمدتها لها قلت لها أنا أقول لها يا سيدي قلت لها سيدي هذه هديتك خذاها وبهت فيها وقال لي بارك الله فيك ولدي حطها قال لي باي وين هديتي شوية عرفت شين يقصد الشهادة أيوة قلت لها يا سيدي أنا مشيت الشهادة وحدة رانيجبت اثنين الحمد لله فصب قام من مكان وعنقني وحب على رأسي بوية يحب على رأسي فكان لها أثر الحقيقة فرحت كثيرا جدا فالله يرحم ويسامح فشعر شعرت وشعر كي أنه زي ما تقول الحمد لله أدى رسالته وولدها نجاح وكذا فطبعا أنا مبالغة في الفرحة قلت لها يا سيدي أيضا راني حافظ سبع أجزاء من القرآن صحيح أبواتي قلت لها طبعا زي ما تقول ولدك يا أبوي وكذا قلت لها راني حافظ سبع أجزاء من القرآن الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله فرح في تلك الفترة أولاني والدي الله يرحم اهتمام غير عادي اهتم بيه كثيرا وفرح بيه كثيرا لأن خويا الكبير مسعود الله يرحم وكان أمل أنه يرى زي أمل أي أب أنه يرى ابن يعني واجعل لي شني الآية في سورة مريم يريثني ويرث من آل يعقوب يحق عقبة ويحق استمرار أولاده فعطاني اهتمام خاص لأن مسعود مسيكين زي ما قلت لم يتقدم في دراسته واهتم بالصوفية وخش عن الطرق وما إلى ذلك وكان زاهد بما في الكلمة معناه رحمه الله رحمه واسع ورب سبحانه وتعالى يجمعنا به في علهين يا رب ففرح بيه الوالد فرح بيه فرحة كبيرة حتى قعدت زي ما تقول كل يوم ما زلتنا أنا ذاك لم أتزوج فكل يوم نطلع نوياه نمشي نزوره في البلاد نزوره في أصدقاء سي عبدالهادي بصبع الرجل الفاضل قاضي قضاة بنغازي يقول له هذا عمر هذا اللي كان نسلم عليه يراه والحمد لله كان في أمريكا كان في أمريكا طبعا هو قصة أنه كان في أمريكا ورجع معاه شهدتين وحافظ شيء من القرآن غريبة شوية فمشينا سي عبدالهادي بصبع مشينا سي عمر العنيزي قبل أن توفى مشينا العدد من الأفاضل الأصدقاء الوالد كثيرين جدا بطلب من الوالد كانت الزيارات كانت بطلب منه هو كأنه زي ما تقول يعني يفخر بي يفخر بالابن الناجح يعني فتحته بموضوع انضمامك إلى جماعة الإخوان لا وهذه لا لم أفاتحه لماذا خفت من صعوبتها عليه وهذه فيما بعد في فترة التشريد الثانية في الخامسة وتسعين لما خرجت حكيت معه بعد السجن والإفراج بعد السجن وبعد الإفراج وبعد المسألة طبعا مسألة السجن بسيكين أثرت فيه واجد أثرت تأثر 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 كبير جدا فهلهم نعود إلى هذه الليلة في رح الوالد وبعدنا هذه الأيام زي ما تقول فرحانين وبدأت عملي في إدارة في الخطوط الليبية وقدمت جيتني بنقدم الحقيقة في الأول قدمت كمهندس جوي فكان فيه رجل فاضل مهندس جوي اسمه أحمد الطيب اسم على مسمى رجل طيب ومتمكن من الهندسة الجوية وكان اسم على مسمى توفى الله يرحمه فشاف عندي الشيء من التديون والالتزام المستغرب جاي من أمريكا وملتزم كيف القصة هو الغريب ربما أن نظام لم يلتفت لهذه النقطة فعلا هو طبعا قبل الروح وكانت فيه توصيات أنه ما صليش الفجر وممنوع اللحية وممنوع إظهار السبغة من قيادة الجماعة طبعا فيه برنامج يندار فيه بعد فيه بعد أمني حاضر ديرش هادي ما ديرش هادي على اعتباره أن العمل سيكون سري طبعا فنصحني الأخ أحمد الطيب قال لي يا رجل اشتبي فيها الأنسة الجوية تشتغل كفلايت انجينير فقلت له والله أنا تخرجت هذه وهذا فقال لي بقين تجرب فلايت انجينير وجرب جراوند انجينير مرتب لفلايت انجينير كان ضعفي مرتب لجراوند انجينير اللي هو المهندس الجوي مع الطائرة اللي هو المهندس الثالث مع الطائرة هذه مثلا الآن الطائرات الحديثة ما عاش فيها زمان كانت في البوينغ 727 وال747 وال707 لكن 703 وال777 وال755 هذين وكذا ما عاش فيه المهندس الجوي هذه يعني التطورت تكنولوجيا فالتغت هذه الوظيفة أو هذا الكرسي فقلت خلينا نقدم قال لي جرب الهندس الجوي وبعدين نعدي للمهندس المهندس الارضي من ناحية الاداء الفني المهني كانت رائعة كويس كرحلات مراحلات كتميز بالوقت في آنذاك قبل يصير بعدين عملية الجمر قبل يتدخل فيها الجيش وجبوا لها قيادات عسكرية مساكة الخطوط الخطوط الليبية لما تأسست في الستينات أو الستينيات زمن المملكة زمن المملكة على يد هاشم العبار من أروع شركات الخطوط تصوري آخ خالد الأرقام آنذاك كانت تقول أن شركة الخطوط الليبية كانت متقدمة على هذه الشركة التي اسمها تركيا في عدد الطائرات في نسبة القلة الحوادث في استهلاك الوقود في المطعم امتاحة في الزمن في التوقيت في ما يسمى محطات الوصول أو المكانات التي تمشي لها الوجهات الوجهات التي كانت تمشي لها عرفت كيف؟ كانت لما تقارن بالخطوط التركية غير المصرية وغير التونسية كانت الخطوط الليبية تقدر تقول متقدمة عنها كانت تنافس كبرى الشركات الطائرات العالمية كبرى الشركات اللي في ذلك المستوى مش ما يسمى الشركات الكبرى طبيعي على اعتبار حداثة نشآتها بالضبط لكن كانت منضبطة كانت منضبطة في قصص كثيرة تروى في كيف هذا معبدات تأسيسها في الثمانينات عندما بدأت في الثمانينات وثمانينات للنجاح حسن الكونيالي بعدين طبعا الحقيقة حتى الفترة هذه اللي احنا خشينا فيها كانت كانت هي عندها شبه توأمة مع الارفرانس الخطوط الفرنسية وفي فترة زي ما تقول طردت الارفرانس من ليبيا كانوا الكاباتنا الكابتن الكاباتنا والمهندسين الجويين وما يسمى بالكنترولرس المشرفين كانوا معظمهم فرنسيين الى ان صارت فيه دفعة ان يلا يا ليبيين صارت فيه فترة النظام حب الي بمعظم الشركات دارها في كثير من الشركات فدارها في الخطوط الليبية في الخطوط الليبية لان معظم الناس اللي يكون كلهم دارسين بره ومتلاقين علم متين ويعرفوا كيف يتعاملوا مع الطيران وما إلى ذلك اثبتوا جدارتهم الحقيقة اثبتوا جدارتهم كان عندنا مهندسين في منتهى ولا زالوا في منتهى الجودة لذلك بعد ما صار التضييق فيما بعد قبل والآن اثبتوا جدارتهم الان يشتغلوا مع الاماراتية ويشتغلوا مع القطرية ويشتغلوا مع الاتحاد ويشتغلوا في اكبر شركات طائرة العالمية يشتغلوا معه فحقيقة المهم نردوا لأصل بالضبط خلينا نرجع لبداية عملك انت في الخطوط بداية نشتغل رفضت اننا نشتغل في الهندسة الجوية ماولنا الهندسة الجوية ماولنا الهندسة الجوية ماولنا نفرقوا بين الجو الفني كانوا ماشيين صح لم تناسب طموحاتي اللي نجاي بيهم أنا جاي الحقيقة أنا جاي نبي مشروع دعوة نبي نبثها الخير نبي نهتم بهلي ونهتم بخوتي ونهتم بأقاربي وبشارعي زي لما التحق حتى بعض الاخوة فيما بعد زي سعاد الجازوي وفوزي بالتمر وعماد البناني وخارد بوزغيبة حتى هما روحوا أو غيرهم محمد الكبير حتى هما روحوا بنفس بنفس نفس الانطباع تكون عندهم طبعا فيه ماهمش مهندسين جوين ممكن أنا الوحيد اللي كنت أجمع بين هاتين الشهادتين عرفت كيف فيه إخوة آخرين كانوا مهندسين جويين انضموا فيما بعد يعني فيما بعد الحقيقة منهم الأستاذ الفاضل فيصل الصافي كان مهندس جوي لكن كان كيف يتدرب أنا ذاك فيما بعد خش في مشروع الإخوان وجمال الكور وجمال العقيل وكانوا من الناس اللي فعلا أثبتوا التزامهم فيما بعد طيب كيف تعاملت مع الموضوع طلبت نقلك نقل فني نقل نعم طلبت نقل يعني قدمت الشهادة الأرضية واشتغلت والحقيقة طاحت فيها الإخوة منهم نصر الحداد الله يرحم وفؤاد عمير اللي قتلوا فيما بعد في حدث الطائرة في 24 ديسمبر 92 والحاجة أحمد القديري وعقيلة الحداد وهالإخوة الأفاضل لأنهم فاترة ما شفوش واحد جديد هما أكبر مني سنا وحتى قدرا إن شاء الله لكن ما شفوش واحد نكن شاب صغير جديد ففتحولي إن عادة أنت كمهندس أرضي مفروض في اليوم تأخذ طائرة أو طائرتين يعني مثلا تستقبلها وتفعل معها وتعامل معها ودري عليها تقرير وتصلح اللي بتصليح وما إلا ذلك ثم ترتاح يعني عرفت بقية اليوم إلا إذا كان فيها فأنا كنت تقريبا كل طيارة نطلع لها فعطوني فرصة كويسة عرفت يعني فحتى يعني أثبت نفسي الحمد لله تكوين خبرة وتجربة خبرة حتى في شهادة يسموا فيها دي آر يعني مش عارف يقابلها بالعربي كانوا هذي يديروا فيها تقريبا في سنتين وحاجة زيكية فأنا كانت حركة الطيران أنت كنت في مطار بنغازي نعم كانت حركة الطيران يعني بالكثافة اللي تسمح بين تتكون هذه التجربة الواسعة والخبرة كانت في رحلات من وجهات عديدة كانت حركة الطيران لدرجة نحن عندنا خمس نوبات كل نوبة فيها يجي خمس تاس أو عشرين واحد بين مهندسين وفنيين وكانت تستغرق فينا كانت حركة الطيران مفتوحة أنا ذاك أنا نحكي على سنة كم ثلاثة وثمانين ثلاثة وثمانين ثلاثة وثمانين كانت في في الصبح فقط نتذكر كانت في ثلاث طائرات يطلعا لطرابلس ثلاث طائرات يطلعا لطرابلس محلية وحدة الكفرة وحدة سبه هذين من بنغازي غير ليطلعا من من شنس ما من طرابلس كانت حركة الطيران تعرف الخطوط الليبية يوما ما كانت إحدى مصادر إيرادات الخزانة العامة لما كانت تتسير صح الأرقام تقول ذلك خطوط الجوية العربية الليبية كانت مصدر رقم كبير ما نعرفش نرقم الآن شنو هو لكن كانت كانت تحقق إيراد لخزينة الدولة جد كيف انقلب حال الشركة إلى هذا المسطور زي ما انقلبت بقيت البلاد زي ما انقلبت حالات وين تعتقد المرحلة والنقطة اللي حصل فيها التحول بالنسبة لشركة الخطوط دخول العنصر الثوري الهمجي في إدارة الخطوط الليبية شوفي يا أخي وهذه أنا أشكرك أنك أثرت هذه النقطة المؤسسات لا تدار بأديولوجيات المؤسسات تؤدار بكفاءات عندك كفاءة تقدم لو كنت إسلاميا أو بعثيا أو يساريا أو كذا تقدم قد هذه المؤسسة المؤسسة ما تقاد بخلفية دينية والله خلفية لبرالي المؤسسات أنا ذاك استولى عليها اللجانة الثورية بخلفية ثورية فلان لأن موالي للقذاف لأن يحفظ الكتاب الأخضر لأن يعيط ويصرخ ويهتف 24 ساعة ظنطب يلقروحة مدير الخطوط الليبية أو يلقروحة مدير شركة الخليج العربي أو يلقروحة وزير حتى الوزراء حتى الوزراء اللي كان يقدم فيهم القذافي كان ولاءهم مش كفاءتهم الزحف الزحف بدأ في 79 واستمر حوالي 4 و 5 سنوات إلى يعني استولى هذا المد اللي نشر القذافي في كل مؤسسات متى بالضبط تمكن منها موضوع الزحف وتغيرت الإدارة وبدأت الشركة في تقديرك أنت كجزء من الشركة عصرت تلك المرحلة متى بدأت حالة الانحدار حالة الانحدار بدأت من تقريبا يعني لأن هذا الوقت أنا كنت في السجن في 84 يعني نقول لك شيء من نهاية 84 85 تقريبا أنا لست دقيق مش دقيق ما تمسكاش علي في هالفترة ذا لكن لما كانت طيران توظف يعني توظف لنقل السلاح لتشاد موضوع تشاد هذا هي لنقل السلاح لأفريقيا منتصف الثمانينيات تقريبا في ذاك الوقت لأننا ما عصرتش بالضبط طيب خلينا نرجع بدأت عملك الآن في الشركة انتقلت من موظف جوي لموظف مهندس أرضي كيف استمرت الأمور بعد ذلك ما يخص الخطوط الحقيقة استمرت كانت مرتباتنا كويسة جدا لدرجة أني كنت نأخذ في مرتب والدي اللي يقول لي أنا اشتغلت لي في المحكمة هذا أربعين سنة قالنا أكثر من أربعين سنة لأشتغل المحكمة مرتبك بين يوم وليلة يعطوك مرتب أكثر مني أنا كم كان أول راتب كان مرتب من أربعمائة جنيه أربعمائة دينار أربعمائة دينار أنا ذاك كانت ممتازة جدا أربعمائة دينار كنت لما بدأت موضوع الزواج أجرت شقة بخمسين دينار تقريبا بس هذلك الوقت الأربعمائة دينار وردي كان يأخذ فيه ثلاثمائة وخمس وسبعين تقريبا أو ثلاثمائة وثلاثمائة دينار بعد أربعين سنة وصلت درجة اللي سموه فيها الدرجة الأولى الخاصة وحاجة زكية كان هذا هو المرتب مرتب هناك كان أكثر مرتب صهري الحاج منصور بصغيبة فيما بعد اللي كان مدير مصر في الوحدة فمرتباتنا كانت الحقيقة مريحة هذا بالتأكيد وضعك فيها ريحية من الجانب المالي والمادي ما خلانيش نفكريني نمشي بزنس ما بزنس ولا تجارة ولا بيع وشرة كيف استمرت حياتك في عمومها حتى بعيدا عن الجانب المهني نجوع عن الموضوع الزواج وبعدين نحكو على الإخوان ولا نحكو على الإخوان ولا زواج ولا شن تب بيس الحش دائما زاويتنا هي انتمائك للإخوان فأنا قصدي الآن بعد ما رجعت أنت وفق رؤية محددة وأهداف رؤية واضحة وأهداف محددة استمرت في حياتك في سياقها المهني في سياقها العائلي كيف مارست هذه الرؤية وسعيت لهذه الأهداف المحددة مسبقا في تقريبا مارس مارس 83 مارس 83 تعرفت على الحاج محمد المجرب محمد المجرب الله يرحمه ويسامحه سجن معنا في الـ 84 وهو كان من شن اسمه الإخوة اللي رجعوا مبكر رجعوا قبلي وكان تعرف على الحاج مصطفى الجهاني الحاج حميدة بالشيخ وصالح الغول ومحمد معتوق وهل مجموعة هؤلاء من المجموعة اللي بقت في الداخل اللي بقوا في الداخل عارت كيف فمحمد المجرب تعرفت عليه عن طريق أحد من الإخوة ربط فيما بيننا تصور لي ربط بيننا أنا ذاك في بنغازيا الأخ محمد الحريزي الله يمسيه بالخير برغم أنه من من طرابلس برغم أنه من طرابلس وجاء من أمريكا كان خش محمد الحريزي هذا طاقة حركية غير عادية الله يمتع بالصحة والعافية ويجعل ذلك يميزال حسناتها طاقة غير عادية لما حتى هو من الناس اللي اتضحت عندهم الرؤية ما شاء الله تبارك الله فكان يتردد على البلاد كان يتردد على البلاد بطرق خفية رغم أنه فيه مخاطر في الموضوع جدا تحكي على الثلاثة وثمانين والاثنين وثمانين والأربعة وثمانين والإعدامات في الشوارع ومش عارفه وكلام زي هذا فهو اللي علاقني على محمد المجراب علاقني على محمد المجراب خلينا نقوله بالليبي طيبك والله علق علاقت عليه ودرنا الأسرة الأولى في بنغازي وهذه عودة النشاط اللحظة الأولى هذه اللحظة الأولى كنا نلتقي في بيت الحاج محمد المجراب العبد لله ومحمد المجراب وآخر يعني أتحفظ عن ذكر اسمه لدواعي أمنية بدنا نجلسوه مع بعضنا فزي ما تقول باي شنو فيه منهج ما زال ما فيش منهج هذا كل وقت نلتقوا كل أسبوع منهج ما كانش مكتوب لكن على الأقل نفكروا شنو نديروا هل إخوة قريبة يروحوا فكانت تجينا الأخبار راهوا الأخ فلانجر بيروح فلانجر بيروح وتصلوا به ما إلى ذلك فكان كل زي ما تقول أسبوع أو كل شهر مروح حد من الأخوة كيف كان ارتباطكم بقيادة الجماعة في الخارج؟ ارتباطنا بطريق الجماعة الخارج عن طريق الأخعاطية الفيتوري اللي هو مسؤول الجماعة اللي نحن مزدنا ما توصلنا معه أنا شخصيا لأنه كان الحقيقة وضع الهيكل الإداري متاعنا أو الهيكل التنظيم متاعنا كان لا يسمح بهذه الأسرة تتعرف على هذه الأسرة حتى وإن كان تعرف أنه من الإخوان ما تحكيش معه مراعاة للظروف الأمنية لأن ذاك اللي قلت لك كان يشنقوا في الشوارع لكن بالتأكيد هذا خلق انقطاع في التواصل بينكم وبالخارج لا ما كانش فيه انقطاع التواصل كان مع الحاج عاطية الحاج عاطية والحاج مصطفى الجهاني هم اللي تواصلوا مع الخارج فيه تواصل باستمر لكن نحكي على الأسرة من كان في قيادة الجماعة في تلك المرحلة الأخ عاطية الفيتوري في الخارج في الداخل كان الأخ عاطية الفيتوري من كان مسؤول الجماعة في تلك المرحلة هو عاطية الفيتوري هو مكتب قيادي كان يقود الأخ عاطية الفيتوري في الداخل طبعا هذا نقصد في الخارج في الخارج لما شكلنا المجلس الشورى اللي هو اتنشر اخ كان في الاول الاخ قد دور السعيدي او محمد بن غالي ولا قد دور سعيدي قبل ان انسيت محمد بن غالي هذا من قيادات الجماعة اللي قتل في حادث في امريكا حادث جنائي تقريبا تقدر تقول ماهوش سياسي او ما الى ذلك كانه محمد بن غالي هو مسؤول الجماعة انا ذاك في الخارج ثم تلاه الاخ قد دور السعيدي ثم تلاه الحاج بشير الكبتي كانت القيادة تتغير من حين لعصر الشخصيات اللي هي من جيل التأسيس الاول واللي عاصرت عمل الاخوان فترة الستينات والسبعينات كان لها حضور في هذه المرحلة في الداخل لا اقصد في الخارج لا ملهاش حضور لا طبعا كان الى الهاء اللي الهاء حضور كانوا الاخوين الفاضلين الحاج عبدالله بوسن الله يرحمه والحاج يونس البلالي اللي عاصر التنظيمات في الداخل ما كانوش في امريكا هذو ما اللي كانت تحكي عن قيادات التاريخية اللي كانوا منتما تاريخيا للاخوان هذو ما الاثنين فقط في 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 امريكا معظمهم كانوا طلبة يعني ممكن اللي التزم مع الجماعة في سنة ممكن سبعة وسبعين ستة وسبعين او فيها الفترة القيادة التاريخية كانت في الشرق فقط كانت في الشرق اللي منهم زي ما قلت لك الحاج عطية الفيتوري الله يمسي بالخير والحاج مصطفى الجهاني الله يرحمه فنحنا كنا كأسرة ثم درنا أسرة أخرى كل واحد دار أسرة أخرى الأسرة الأخرى هم أخوين أخرين رجعوا من ليبيا من أمريكا المهندس فوزي بالتمر والأخ أحمد عليوة من سبها فكنت أنا مسؤول هذه الأسرة وبدت زي ما تقول رجع الأخ عماد البناني من بريطانيا ثم رجع الأخ سعاد الجازوي من أمريكا وأنا في مسألة الجماعة في تلك الفترة شهدت نقلة غير عادية على مستوى التنظيم تنظيم المحكم المتقن البرنامج الدعوي الانتشار الجغرافي هذا الانتقال كان فرسانة اثنين واحد في الغرب الأمين بالحاج الأخ الأمين بالحاج الله يمسي بالخير جهد غير عادي غير عادي حتى بمقاييس توا المنفتحة فما بالك بمقاييس ذلك الزمان اللي القبضة الأمنية رهيبة كان يشتغل ومحمد مهذى بحفاف الله يحفى من إخواننا في التحرير مشانقيننا في 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 الجامعة وفرحات حلب ورشيد كعبار هالناس العمالقة كان يشتغل ويجند وينتشر مش في طرابلس فقط في غدامس ستة من الإخوة كانوا عندها أو أكثر كان يمشي لهم ويشتغل عليهم ويرتب فيهم ويشرح في معنى الإخوان والرسائل ومنهج ولائحة وما إلى ذلك في صبراتة في مدينتك ما نقولش أسماء طبعا فيش داعي نقوله أسماء في الزاوية في طرابلس واحدها في مسلاتها وفي مصراتها وفي الخمس كان عندها مجموعات مجموعة يتوصل معها من خمسة إلى ستة إلى عشرة كيف حصل هذا الانتشار الواسع يعني وفق خطة انتشار موضوعا من مجلس شورى الجماعة من مسؤولها العام كيف تحقق هذا الانتشار الواسع في ظل ظروف أمنية قمعية كانت الأعدمات فيها في الشارع أنا قلت أن نعم هذا كلام ممكن يحتاج إلى شيء من التفصيل أنا قلت نقلة من هالشخصين هذوم كيف خلينا نبدو في الغرب كان في الغرب كان الأمين بالحاج وفي الشرق وفي الشرق كان سعد الجاسوي شعب الصغير اللي عمره خمسة وعشرين سنة أنا ذاك الحقيقة وهذه دعوة للشباب القصة رائع ليست أتركنا على الشياب لزعالتي شباب وكان يعني حديث عهد بزواج مازال لهذا كنت مازال مازال مزوج وبيشتغل خطوط وعمل فني عمل فني لابد من المتابعة وظروف زي ما تقول اجتماعية زواج وما إلى ذلك ثم ما نساش الدعوة الحقيقة انتقلت الجماعة أو أرخ الآن انتقلت الجماعة نقلة في الانتشار زي ما ذكرت حضرتك انتشار جغرافي وانتشار فئوي على يد هؤلاء الأخوين الفاضلين طبعا نتيجة زي ما تقول وضوح رؤية استصحبناها بدري وضوح الهدف أنا مروح لأننا نحن مروحين مش أنا بنشتغل خطوط بس ولا نبين ندير قريشات لا نبين نشر دعوة الله عندما تخلص وأظن النية كانت خالصة لله عز وجل عند هؤلاء الإخوة ربي سبحانه وتعالى وفقك غير اخلص وتوكل على الله وساعد سيدك على رأي الكلام سيدك عبد السلام بحبيل وان كان الشباب السلافي ما يعجبه ومشي الكلام هذا واجد وتوكل على الله ومشي ربي حيفتح لك وفعلا يا أخ خالد والله يا أخي أنا شفتها صحفي تخطيط فيه إدارة فيه خطة لكن فيه فتوحات ليه انت مش التاجر انت ممكن التاجر بس مع الله سبحانه وتعالى انت خذت بالأسباب هدفك هو هالدعوة الطيبة اللي استقرت عندك وفرحت بيها تبي توصلها لغيرك هذا هو هدفك فلذلك انت لما تستصحب هذا الهدف تقول لي يا رب أنا خدام عندك يا رب أنا عميل عندك يا رب أنا ساعدني فتوفق يفتح لك فتوحات سبحان الله ولذلك فعلا فترة الثلاثة وثمانين يا أخي الكريم كانت فتوحات غير عادية سبحان الله انتشرت الجماعة غدامس صبراتة الزاوية طرابلس سقل جمعة تاجورة مسلاتة مصراتة الخمس كان عندنا واحدة واثنين في سرط تقريبا اجدابية قبل اجدابية البريقة اجدابية بنغازي المرج البيضة درنا وقفنا عن درنا طيب ونحن أيضا مضطرين للتوقف الآن لأننا وصلنا لختم هذه الحلقة أيضا سأسأل في الحلقة القادمة عن تفاصيل هذا الانتشار كيف كان يدار كيف كان يتابع من قبل من من الذي كان يحدد التفاصيل إدارة هذا الانتشار أيضا وربما تحدث حتى عن بعض شخصة طبعا بالوقائع والأحداث دائما أشكرك جزيلا شكرا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية عمر محمد الوحيشي وأيضا شكر لكم سادة المشاهدين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر